وتأكيداً للعمال التي يليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبدون للطفل فإن إيماننا راسخ بكل الحقوق المنصوص عليها من أجل التنشئة الحسنة للطفل وحمايته والاجتهاد في تحصيل ما يجب له من إكرام ورعاية وعليه كإننا نشدد على مسألة في غاية الأهمية تتعلق بتعليم الطفل وتنشئته أخلاقياً ودعم مواهبه واكتشافها وتنميتها وفسح المجال لهذه العبقريات كي ترى النور وتحظى بالتقدير والرعاية من أجل بناء إنسان المستقبل وتحقيق المواطنة الرشيدة التي ترفع مجد الوطن وتسهم في تنميته وإشعاعه في كل المجالات بين الأمم السيدات الفضليات السادة الأفاضل يتزامن احتفاؤنا باليوم العالمي لحقوق الطفل هذه السنة مع احتفال جزائر بسبعية الثورة التحريرية المجيدة المدفرة باستقلال بلادنا واستعادة سيادتها بفضل كفاح رجالها ونسائها وأطفالها الذين ساهموا في تحرير الجزائر ومنهم من عاش أصنافا من التعذيب والانتهاك في احتداء صارخ على الإنسانية وحقوق الإنسان في هذا المقام علينا أن نقف بكل الاحتراف والتضامن مع الوضع الصعب الذي تعيشه الطفولة في العالم ولا سيما في فلسطين ولبنان جراء الانتهاكات الممارسة ضد هذه البلدان وشعوبها بما فيهم النساء والأطفال وهو ما يجب على جميع المنظمات الفاعلة في الساحة الدولية التكاتفة لوقف العدوان القائم على حق الأطفال في الحياة والأمان والسلم والحرية وغيرها من الحقوق التي تنص عليها المواثيق الدولية والأعراق الإنسانية أيها الفضور الكريم إن رعاية الطفولة في بلادنا تشهد تقدماً مضحوظاً على كافة المستويات وذلك بفضل المكتسبات التي تم تحقيقها تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية وهي تؤكد مجوب ضمان حماية الطفل من كل الأخطار مهما تكون طبيعتها وتكريس مصلحتهم وتجسيد حقهم في الرعاية الصحية النوعية والتعليم بالجودة والترفيه والتعبير عن آرائهم وطنية نيوز الواقع من المواقع